طبعا عندنا اللائحة التنفيذية 216-2014 من القانون 117-2013 طبعا المادة العاشرة يمنع بيع أي بضاعة إسرائيلية أو يكون منشأها إسرائيلي القانون واضح واللائحة واضحة أي بضاعة إسرائيلية أو منشأها إسرائيلي يعمل عليها مخالفة محضر نيابة بس هذا الكلام صحيح أنه في بضايع تدخل من إسرائيل عنها أردنية الخط الأول يكون هو الجمارك الأخوان في الجمارك وأعتقد أننا قائمين في دورهم الجمارك هما عندهم تحققهم من البضاعة يتحققهم من منشأها من منفست من منشأ من البضاعة عندهم حتى المصدر وعندهم أعتقد طلباتهم حتى المخلص الجمركي ومش أعرف إيش في الأمور هذه أدرا فيها فلكن أنا كوزارة التجارة في حال ضبط أي منتج إسرائيلي أو منشأ إسرائيلي أطبق عليه لأحد تنفيذية والغانون طيب يعني استاذ عيد لما تطلع هذه التصريحات ما تروحون يعني تشوفون التصريح هذا صحيح أو غير صحيح أنا يومياً أسفاق عندي مفتشين بالأسباق 370 مفتش أنا قاعد جنون الأسباق نحنا تكلمت كلاماً أسبوعياً توصلني تغارير وشنو مخالفات وعندي لجنة اللي هي لجنة المحاضر شغالين يومياً يحلون إلى النيابة يعني أسبوعياً تجتمع مرتين ويحلون إلى النيابة من هالشكاوي المستهلك ومن هالتفتيش وتطبيق الغوانين طيب بس الوزارة ما نفت هذا الكلام من الكاتب يعني ما في أحد نفى الكلام اللي قال الكاتب عبدالله أنا بصفتي ناطق رسمي باسم وزارة التجارة أنا في هذا الكلام